طالك لما كتاخده هو مادة كيميائية ومعروف انه كتدار في واحد مجموعة ديال الامور هالطالك شنو الهدف منه وهو انني نرفع من النسبة ديال الانتاج ديال زيت الزيتون الى كانت القنطارك يعطيني 20 يطرو الادرت عليه الطالك مو بكن يعطيني حتى 24 و 26 يطرو هذا الهدف هو هدف اقتصادي محد ولكن ما كنشوفش التابعات دياله الى بقى طالك في زيت الزيتون كن على اليقين بان اي واحد كيزيد طالك في زيت الزيتون رغى يكون سبب في دهور سرطان ديال الرحيم عند المرأة وكذلك اي واحد خدا له طالك كيمشي للريا ديالي وكيسد هادوك الاماكين اللي كيكون فيها الزيشانج ديال الغاز لدخول ديال اكسيجين الخورج ديالتاني اكسيد الكاربون لما كيدخل لهم طالك كيسد لها ديالتك المنطقة وكن نعرض الناس الى ما يسمى بلانسوفيزانس ريسبيراتور كيولي عندو مشاكل في التنفس فوقاش كي تستعمل هذا في الوقت اللي كيكون الزيتون كي تتحن باش انو في ذيك المسألة ديال التحن كتولي العملية ديال الاكستراكشون كبيرة والمنتوج ديال الزيت كيولي عندي كتر لانني استعملت هاد المادة الكيميائية اللي كتتاغمونتي الاكستراكشون العديد من الابحات الدرت على المشاكل الصحية اللي كيدير الطالك مكيدخل الجسم ديال الانسان وكل هاد الابحات بينات بالدليل والمختبر ان الطالك مادة خطيرة وخطيرة بزاف على الصحة ديالنا كين كدلك من المواد الكيميائية اللي كتستعمل في الغش في الزيتون وعرفنا ان هاد المواد كتستعمل الهدف والزيدة في كيميديا الزيت كينو حجوج ديال انواع الاسميدة هما اتنين واربين وستاربين تانيا اول استعمال ديالنا دوك لازنغري لازنغري بارميل زنغري كين عندنا الكارون دو وكين الكارون سيس هادو معروفين عند الفلاحة لما كتدرع الكارون سيس كتدرع لمادة اللي غانية بما يسمى بلازوت هادا كل نيد الخات اللي كيكون فيه لما كي طبيعة الحال لما كتدرو مع الزيتون مع الزيتون وكتخليه 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 وتمالكسيه شنو النتيجة؟ هو ان عاوتانيك يعطيني مرضود كبير ديال زيت الزيتون المرضود اللي يقدر يوصل الى 25-26 نترو في القنطار شي اللي ما يقدرش يكون لوقيتها اللي كنت تعمل الزيتونة بلا ما نزيد عليها مواد اخرى لما كنناخد الستورعين ونزيده على الزيتون شنو النتيجة دياله؟ هو انو كيكون عندي ليني تخاط كتار في زيت الزيتون او لا هادوك ليني تخاط كيتفعلوا مع بعض الحماض الأمينية اللي كتكون في زيت الزيتون وكتعطيني ليني تخو زامين علوغ ليني تخاط إلا كانو كتار وكانت المرأة كتخدهم في القيطة ديال الرضاعة ممكن تدوزهم للردع ديالها ويلا دازو بكتنسبة عالية كيعطيني واحد لما لدي اسمي تالاميت ايموغلوبينيمي او لك تسمى كذلك لما لدي ديال بيبي بلو وكذلك ليني تخو زامين معروف بأنهم إلا كانوا على المستوى ديال الجهاز الهضمي هما اللي كيكونوا السبب في سرطان القولون وفي سرطان المعدة